في مصر وبعدما أثارت جريمة قتل الشاب محمد البنة 18 عاما ردود فعل غاضبة إذ تبين أن المدانين الذين نفذوا جريمة القتل بإسلوب ببشع في أكتوبر الماضي أقل من 18 عاما ويعتبرهم القانون أطفالا وبالتالي لا يمكن الحكم عليهم بالإعدام رغم اعترافهم بقتل المجن عليه الذي اعترض على قيام أحدهم بتعنيفه فتاة وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية ولحد قضت محكمة جنايات مصرية بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بحق ثلاثة قصر إثرى إدنتهم بقتل أشاب البنة في جريمة عرفت إعلاميا باسم ضحية الشهامة بحسب وسائل الإعلام وقضت محكمة الأحداث في محافظة المنوفية شمال القاهرة أيضا بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات بحق الشريك الرابع للمدانين في ارتكاب الجريمة